فكرة الاحتمال أو التحمل ده مش مرتبط بالتنازل خالق تنازل معناه أن أنا بتنازل في موقف علشان خاطر الأمور تعدي وبتنازل في موقف تاني علشان خاطر الموضوع ما يتفاقمش على انتظار أن الطرف التاني في وقت من الوقات يقدر هذا التنازل لكن تحمل واحتمال ده مرتبط بالمشقة ومعناها أن فيه لود فانا شايله طول الوقت أي مكان اللي أنا بتحمله في أي علاقة مش مهم هو أي المهم أنا هتحمله وقت قد إيه لأن لو أنا شلت على إيدي أي حاجة لوقت معين أنا هتعف فيها مهما كان وزنها الوقت الطويل ده بيزود من مقاومة سلبية أنت بتعاني منه لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جيه يتكلم عن فكرة أن أنت تتنازل وتتعامل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها دي تقطها وقال في موضع تاني الخاص بصورة الطلاق لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها دي قدرتها فما بين طاقتك وقدراتك المساحة دي ما تعدهاش عشان لو عدتها ما حاجة ينفعك لما تقع من كتر اللي أنت بتقدمه من تنازلات ما حاجة يسمع ليك وما فيش علاقة وقفت على حد وما فيش علاقة أحد أطرافها انتهى والتاني قاعد حط إيده على خده عشانه إلا ما راح ينفع بهذا ولا حزن العمر كله يعني بيحزن بس مش العمر كله صحيح فيه علاقات بيها بعض القواعد اللي ما بتبقى السبتة عند كتير من الناس وفيه ناس كتير ونماذج أكتر شفناها كملت مع ذكرى عشتها ولكنها مش دل موجود اللي متاح دلوقتي إنك تقدر قيمة التنازلات اللي بتتقدم لك لذلك كتير من الناس يتفاجوا يقول لك يا دكتور انت كنت بتكلمنا إن نسبة الطلاق زادت وبقت مثلا 240 حال الطلاق يوميا في السنة الأولى من الزواج وأحيانا في الست شهوره الأول من الزواج طيب بيقول ما عندهمش مسؤولية وما يعرفوش بعض كفاية وما قربوش من بعض أكتر طيب بنتصدم بقى دلوقتي أكتر لما تلاقي علاقات بتنتهي دلوقتي بالطلاق بعد 30 سنة زواج إيه ده إنت مستني 30 سنة عشان تتطلّى دلوقتي كنت مستني ليه صح طب بلاش بستني ليه طب انت هتطلّى دلوقتي ليه اللي بيحصل إن هاحد الأطراف بيقدم تنازلات كتير جد الطرف الثاني متخيل إنه بيتضرب على اللي هو عايد مش إنه بيتنازل عشان ينزل على طلب بعد فترة بتلاقي إن اللي قدم تنازلات بيسأل هو أنت ريه كل ده مش مقدر تنازلاتي بالضبط والطرف الثاني بيستعجب هو أنت كل ده متعلمتش الشخص المعطاء هو أكتر شخص عرضة لسوق الاستغلال الشخص الخير المؤدب هو أكتر شخص عرضة إنه ياخد على دماغه وده ما بيجيش معاه سكة خالص فكرة كما تدين تدان الكلمة اللي كانت زمان بتخوفنا ودلوقت ما بقتش بتقلق كما تدين تدان دي كلمة بتخوف ناس كتير بس أنا واحد من الناس اللي كما تدين تدان دي كلمة بتتطمنني قوي إيه أكتر حاجة ممكن تطمنني غير إن أتعامل بمعاملتي اللي ممكن يتطب علي غير اللي أنا عملته يتردلي إيه اللي ممكن يحسسني إن أنا كويس غير اللي أنا قدمته أألقيه أكتر حاجة ممكن تطميني هي إن اللي أنا عملته فعلا ألا إيه موجود في علاقاتي وسط كل حياتي مع أي اهتمام أنا بعمله أنا مش محتاج غير نص لا ربع لا حتة من اللي أنا قدمته من اهتمامه ما لقتوش من تقديره ما شفتوش من رعاية وما حستهاش من مبالغة أنا قدمتها لحد ورفعت سقف توقعات بدون أعمدة وقع السقف على دماغي جب أجل ضيع كل توقعاتي أنا اللي قزيتني فيه حاجة اسمها متعة إن أنا قدي دي متعة فيه واحد متعته إنه يبقى مضيوف لما بيقوم يقدم لك حاجة ويبقى خير وهلوبفول ولطيف وحد شاهم هو حابب كده هو حابب يعمل ده بس خدي بالك إن كتير من الناس دول بنسميهم عندنا في سيكولوجي طايب A أغلب الناس المعطأة والخدومة والخيرة والجدعة والشاهمة الناس دي بيتموت بدري وبتعي أكتر وبتمر بأزبات تفسية إتي لا تتخياليها وده اللي خلى كتير جدا من الناس دلوقتي يلفت نظارهم موت الفجأة عند الشباب ومن غير أعراض وزمان كان يقولك أزمة وآه يا قلبي ويجروا بيه على المستشفى ما عادش موجود دلوقتي خلاص يقولك كان معانا من ساعات كنا بنتغدى سوى خلصنا شغل ومروحين ما بقاش هنا صناعي المعروف تقي مصارع السوق ومفيش حاجة كويسة أنت عملتها مع أي حد في يوم الأيام مش هتوعود لك ولو ما تمرتش فيها يا موجود عند ربك لكن الفكرة كلها أن لو بتحب حد وعايز تعطيه فعلا وتهتم بيه وتقدره وتشيله على راسك خلي بالك أن عطائك ومشاعرك زي الدواء هي لها دوز ما تحملش عليه أكتر لأن ممكن ده يقزيه يقزيه إزاي أنه يستغلك فيتحول لشخص مؤذي تبقى أنت السبب صحيح لأنك سبت له المساحة كاملة الخمس قواعد في أي علاقة ده هيسمح لينا ببساطة جدا إن إحنا نقلل نزيف التنزلات ما تجدبش عليّ لما أسألك وما تبعدش لما أحتاج لك وما تسرحش بيّ لما أسمع لك وما تخنيش لما قامل ليك وما تختفيش لما ما يفضلش غيرك مفيش أي حاجة في الدنيا مضمونة بما فيها وجودي بقى حضراتك دلوقتي النفس اللي خارج مش مضمون إنه داخل ولو قلنا إيه الضمانة مفيش ضمانة الدنيا كلها مش مضمونة كتير من الناس بيقعوا في فخ مش لطيف أبدا وهو إن ده كويس الأستاذة دينا كويسة مش هتدقق على الكلام ده اهتم بالتانية اهتم باللي لسانها طويل باللي بتقف عالكلمة باللي بترفع حواجبها باللي ما بتعديش الموقف باللي نخاف من مشاكلها دي اللي نهتم بيها ونقدرها ونحترمها وناخدها على جنب لكن الكويسة المحترمة دي كويسة مش هتعمل لنا مشاهد دي كارثة دي الأزمة اللي إحنا وقعنا فيها وده اللي إحنا بنعانيه من أيام ما كلنا بنتكلم عن التربية الإيجابية تيجي تقول لك ده نابني ده كدبه أفقه بياخد حاجة إخواته متعثر دراسيا طب وضنك التانية ستقول لها ده كويس سيبك منه إحنا سوينا ما بين الكويس والوحش دا إحنا مش مهتم بيه دا إحنا قللنا من قيمة الكويس جانبه دا إحنا خلينا الكويس ملوش مكان giwana عشان الوحش بعادي رحم الله جد النبي قال إن شر الناس يوم القيامة من يتقيه الناس اتقاء لشره ده أشر واحد يوب القيامة مين ده اللي الناس في الدنيا تقول إيه بيتعانه ده بتاع مشاكل يعني إذا ما أحد يتقال عنه كده إعرف أن ده أشر واحد يوم الدين فإحنا ملحبش إن حد يتقال عنه كده لكن نحب أنه لما تغيب الناس تفتقدك ولما تحضر الناس تفرح بوجودك ولما مرت جنازة على سيدنا النبي وسأل مستريح أم مسترح منه فسأل الصحابة وما المستريح وما المسترح منه قال إن كان من أهل الصلاح فقد استراح من الدنيا وما فيه وإن كان من غير ذلك فقد استراحت منه الدنيا بما فيه أكتر حاجة بتكون مؤلمة هي التوقعات في العلاقات لأن مفيش حد بيدر وأنا اتضريت من ضرر إلا لو أنا متوقع منه عكس ده صحيح يعني المؤلم مش اللي أنا بلاقيه من الآخر المؤلم إن أنا متوقعتش ده منه إزاي ده يحصل وخدي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا 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 قبل ما نقوله الوقت اللي تنسحب فيه والطريقة اللي تنسحب بيها كتير من الناس اللي بتتأذي وتتخدع وتتجرح من حد كانت بتحبه وقريبة منه وبتديره مكانة كبيرة أزمة كبيرة بتعيشها هو ليه مش حاس أنه غلط في حقي هو إمتى هيجي يعتذر لي الشخص الآخر اللي أزاك وخانك وخدعك وكذب عليك وغضر بيك ده عنده من المبررات الشخصية اللي قدر يحمي نفسه بيها ويعمل حالة دينايل دينايل ده دفنس ما كانازمي بيجي من الساب كونتس مؤلمة فهو مساست الدماغه ومساست في أوراقه جداً ومتطب على روحه قوي وحطت مروحه كبيرة جداً على قلبه وأنه مغلطش في حقك ولا حاجة أصلاً مشتة الفكر مشوه الشخصية مشتة المشاعر ملغبط في تصرفاتك علاقة واحدة خلت نومك ملغبط وشغلك ملغبط وحياتك ملغبط هنا تقرر تنسحب على طول ولكن كيفية الانسحب لما تيجي ترجع في علاقة ارجع بظاهرة ارجع وانت شايفه ارجع وانت بصص له يعني ما تجيش في لحظة من اللحظات وتروح لاتف وشك عنه وتفارقه ساعتها الطرف الثاني بيبقى عنده شحنة اجريشن وبيتخيل ان هو لازم ينتقم منك لانك باعته وفوراً يقرر يتعانك الطعنة هنا هتيجي في ظهرك لانك تديره ظهرك لكن لما ترجع من علاقة ارجع بظهرك اعتبر ان العلاقة المؤزية دي هي ضافر والضافر انت بتبقى تقلمه واحدة واحدة بس هو عطيتها صباعك لان ساعتها انت الخسرات بش هو الصباع مخسرش حاجة لما بعد عنك المهم انه انت بتقلم ضافرك ما تقطعش صوابك والله وجد نظر تحترب ستات لما بتحب بتحب بمفهوم اللوف اوبساشون يعني ايه اللوف اوبساشون يعني الحب عندها بيبقى شعور متكرر وملح ومسيطر ففي الغالب بيكون مش هاي والفرق ما بين الحب والعشق ان الحب عزب لكن العشق عذاب وفيه علاقات احنا لما بنيجي نتكلم فيها ألبرت مندورة ده احد اهم الناس اللي تكلاموا في سوشال سيكولوجي سوشال سيكولوجي اللي بيحكم العلاقات ما بين الناس قال ان علاقات الاثنين وانت بتنسحب تعتمد على شكل علاقات الاثنين العلاقة الاولى ايه اتنين عاملين على بعض كده واحد انسحب التانية ارى بيسند نفسك والعلاقة التانية تين واحد انسحب التانية يقع احنا محتاجين ان العلاقات تبقى ايه مين اللي قال الكلام ده مش قال بلتبندور لا ده الكلام ده اصلا متخد من سيدنا الامام علي باب مدينة علم رسول الله لما قال احبب حبيبك هونا ما بالراحة عسى ان يكون بغيضك يوما ما يمكن الظروف تتطرك تقلل محبتك وابغد بغيضك هونا ما لما تكره حدك راهو بالراح عسى ان يكون حبيبك يوما ما يمكن الظروف تتطرك انك تقرب اذا مبلاش جدا في حياتنا لان جدا ده مؤزية جدا اشتركوا في القناة